استعرض اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي تقريرا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا وجدر القردة محليا وأوضح التقرير أن الوضع الوبائي لجدر القردة في مصر آمن بشكل كبير وأنه تم تعزيز الإجراءات الوقائية ضده مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المنحن الوبائي لحالة فيروس كورونا يشير إلى انخفاض حالات الإصابة فضلا عن انخفاض حالات الوفايات تزامنا مع ارتفاع عدد من تلقوا التطعيم هذا وقد استعرض التقرير استعدادات وزارة الصحة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ